فَاللَّهَ نَاسْأَلُ أَنْ يُبَارِكَ شَيْخَنَا وَبِحِفْظِهِ يَرَعَاهُ مِنْ كَيْدِ الْأَشِعِرِ أَتْمِمْ لَهُ رَبَّاهُ يَا مَنْ نَرْتَاجِهِ هَدَفًا عَظِيمًا قَدْ تَلَأْ لَأَكَ الْقَمَارِ الحمد لله وكفاء وسلامه على أبديه الذين اصطفأ لا سيام النبي المشتبة والأمين المصطفى وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد ما زلنا نقول أن السنة مبينة للقرآن وأن السنة مقيدة لمطلقه وأن السنة مخصصا لعمومه وأن القرآن أحوج للسنة من السنة إلى القرآن والسنة أعظم والسنة كما قلنا أعظم ما تكون به النجاة سنة سفينة النجاة رأى المصنف بسنديه أن عبادة بن الصامت خرج مع رجل إلى أرض الروم فنظر إلى الناس وما يتبايعون كسرة الذهب بالدنانير وكسرة الفضة بالدراهم فقال أيها الناس أنكم تأكلون الربا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تبايع الذهب إلا مثلا بمثل لا زيادة بينهما ولا نظرة يعني ولا نسيئة فقال رجل لا أرى الربا هو معاوية الذي قال بذلك لا أرى الربا يكون في هذا إلا ما كان من نظرة فقال عبادة أحدثك عن رسول الله وتحدثني عن رأيك لأن أخرجني الله لا أساكنك بأرض لك علي فيها إمرة فلما قفل للمدينة أحقق بالمدينة فقال له عمر ما أقدمك أبا الوليد فقص على القصة فقال أرجع أرضك وبلدك وشوف نصرة أمير المؤنين للسنة شوف نصرة أمير المؤنين للسنة واحترام أهل العلم وتعظيم أهل العلم الله أكبر لذلك زين الله ملكه وجعل خلافته وخلافة راشدة عظيمة فتحات ليست بعدها فتحات كسر الله به كسر وقيصر وفتح مشارك الأرض ومغرب فقال ارجع يا أبا الوليد إلى أرضك وبلدك ولا إمرة له عليك فقبح الله أرضا لست فيها وأمثالك لأنه يحافظ على السنة وينافح عن السنة في رواية أيضا عن عطاء بن يصار أن رجلا باع كسر من ذهب أو ورق بأكثر من وزنها فقال له أبو الدرداء سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك فقال الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا قال أبو الدرداء من يعذرني من فلان أحدث عن رسول الله ويخبرني عن رأيه لا أساكنك بأرض أنت بها ثم قادم أبو الدرداء إلى عمر المخطاب فذكر ذلك له فكتب عمر المخطاب إلى الرجل ألا تبيع ذلك إلا مثلا بمثل وزنا بوزن وفي الوقت أبو سعيد الخضري يقول لراجل أتسمعني أحدث عن رسول الله أنه قال لا تبيع الدنار بالدنار والدرهم بالدرهم إلا مثلا بمثل ولا تبيع منها عجلا بآجل ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد سبحان ربي العظيم هذه مسألة عظيمة جدا توأي لنا مكانة السنة من القرآن ومعلوم أن السنة حاكمة قاضية على القرآن تقيد المطلق وتخصص العموم وتفسر وتأتي بأحكام مستقلة ومن الأحكام المستقلة هنا مسألة بيع الزهب بالذهب والفضة بالفضة لأن النبي قال الزهب بالذهب ربا إلا أن يكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء والفضة أيضا ربا إلا أن تكون مثلا بمثل يدا بيد سواء بسواء وهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع غائبا بناجس وقال ولا تشف يعني لا تزيد فهنا جاءت المواقع المهمة جدا لبيان تعظيم السنة بأنه لما قال ذلك قام معه وقال له ما أرى بأسا بذلك إلا ما كان في النظرة بنظرة يعني بنسيئة فقام عبادة وقال له أحدثك على رسول الله وتحدثنا عن رأيك فيها تعظيم السنة والمقاتلة من أجل إظهار السنة وأنه إذا قال قال رسول الله ليس لأحد أن يقول قال فلان ولا قال علان العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه ما العلم نصبك للخلاف سفهة بين الرسول وبين قول فقيه إذا قال قال رسول الله لا تحدث عن رأيك بحال من الأحوال وإذا جاء الله بطرناه المعقل ولذلك قال مالك كل يؤخذ من قولي ويرد إلى صاحب هذا القبر والإمام الشفعي يقول إذا خالف قولي قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط ولما قالوا له تأخذ بهذا القول وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول مالي فتعظيم السنة من أهم العمل ما يعمل به يعني المكلف والمتعبد الله جل في علاه إذ السنة تقدم على كل شيء لما جاء أبو هريرة رضي الله عنه أرضاء إلى ابن عباس وقال له في الودوء من منسة النار كان يفعله قال له انظر انظر يا أبا هريرة ما تقول قريبا نتوضى أمرنا نتوضى من الحميم قال يا ابن أخي إذا قلت لك قال رسول الله فلا تضرب له الأمثال ولذلك ابن عباس نفسه لما قال لهم على المتعة في الحج قالوا أبو بكر وعمر ينهى عن ذلك قال أقول لكم رسول الله يأمر بها وتقولون قال أبو بكر وعمر أو شكت السماء ان تمطر عليكم حجارة كل ذلك تعظيم للسنة ابن عمر رضي الله عنه رضا في تعظيم للسنة قال لليمني ويقول له إن النبي قبل حج الأسود قال أرأيت إن قتلني الناس دفعني الناس قال يا هذا يا يامني اجعل أرأيت خلف الكوكب اجعل أرأيت خلف الكوكب إني رأيت رسول الله يقبله فسأقبله ابن عمر أيضا لما قال لابنه ابن رسول الله قال لا تمنع إيماء الله مساجد الله قال إذن اتخذناه دغلا والله لا نمنعهن فوكزه في صدره في رؤية قال لا أعطو الله عليك وفي رؤية قال ما كلمتك ما حييت وهجره ما كلمه حتى ابن عمر يقول كان موته قريبا أو موت ابن عمر قريبا لأنه هجره حقا هجرانا قال ما كلمتك ما حييت لا أكلمك ما حييت انظر كيف كيف الحفاظ على السنة وتعظيم السنة وهو عبادة قال له معاوية لما قال له ما أرى بذلك بأسا قال أحدثك على رسول الله وتحدثني على بأسك ورأيك ما جمعني بك سقف واحد أو مكان واحد وطرك البلدة ورحل إلى مكة أو رحل إلى المدينة لما رحل إلى المدينة شوفوا انظر هنا معارضة السنة بالرأي أو يعني أودت بمعاوية كيف يكون أمام عمر بالخطاب وعبادة لما ذهب إليه قال له ما الذي ردك قال ردني كذا وكذا أقول له قال رسول الله ويقول أحدثنا على الرأي قال أبا الوليد ارجع إلى أرضك وبلدك ولا امرت له عليك قبح الله أرضا ليست فيها أمثالك يعني ما معناها معناها أن الذين يقومون بالسنة هم زهرة الحياة هم شرف الأمة هم نصرة الأمة الذين يقومون بالسنة فشوف رد عبادة وقال لمعايا لا امرت لك علي يعني تسمع له وهو لا يسمع لك لأنه يعظم السنة ويحافظ عليها ولذلك نفس القصة أبو الضرداء لما قال للرجل بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الزيادة تبيع الفضة بالفضة بالزيادة ما يجوز شرطان مهمان إذا كان فضة بالفضة لابد من التماثل والتقابط في المسجد في المجلس لا تبيع غائبا بناجز ولا زيادة لابد من التماثل أيضا فقال له الرجل ما أرى بمثل هذا بأسا قال ما يعذرني من فلان وأمو عوية أيضا ما يعذرني من فلان وحدثه على رسول الله ويخبرني عن رأي لا أساكنك بالمكان وعمر الشد عليه وبعث عليه أن لا تبيع الدرهم بالدرهمين ولا بالدينارين لذلك حاربوا الرأي أمام السنن حاربوا الرأي أمام السنن وأبو سعيد الخضري قال لرجل أتسمعني أحدث عن رسول الله لا تبيع الدرهم بالدرهم ولا الدرهم بالدرهم إلا مثلا من مثل وتبيع منها عاجلا بآجل ثم أنت تفتي بما تفتي والله لا يؤويني وإياك ما عشت إلا المسجد أو ما عشت إلا المسجد فانظر أخي الكريم كيف أنه اشتد عليه وقال لا يؤويني مكان بيني وبينك إلا أن أراك في المسجد فأسلم عليك على أنك مسلم من المسلمين لكني عندما أقول قال رسول الله لا تحدثني برأيك واجب عليك الانقياد واجب عليك الانصياع واجب عليك السمع والطاعة العلم قال الله قال رسوله وقال الصحابة الاسعة بالتموية ما العلم نصبك الخلاف سفهتا بين الرسول وبين القول وما اختفتم من شيء فحكموه إلى الله وانتازعتم بشيء فردوه إلى الله وإلى الرسول حديث أيضا عبد الله مغفر قال نهى النبي عن الخذ ووجد ابن عمي يغذف يحذف قال إنها لا تصطاد صيدا ولا تنكي عدوا ولكنها تفقى والعين وتكسر السن فقال الرجل عبد الله ابن مغفر وما بأس هذا قال أحدثك عن رسول الله وتكلمني أنت عما بأس ووجده يحذف فقال له ما كلامتك ما حييت وهجره إلى أن مات وهجره إلى هذا من باب تعظيم كيف الصحابة الكرام ارتفعوا وارتقوا لتعظيمهم لسنة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن بهذا التعظيم نعظم ونحن بهذا التعظيم ننجو ونحن بهذا التعظيم نكون قد استوعبنا علما قال شيخ فاعتبروا يا أولي الأبصار فشتان بين هؤلاء العقلاء السادة الأبرار الأخيار الذين ملأت قلوبهم بالغيرة أو ملأت قلوبهم بالغيرة على إيمانهم والشحر الأديانهم وبين زمان أصبحنا فيه ناس نحن منهم وبين ظهرانيهم هذا عبد الله بن مغفل صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد من ساداتهم يقطع رحمه ويهجر حميمه حين عارضه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وحالف أيضا على قطيعته وهجران ويعلم في صدر الأقربين وقطيعة الأهلين وعبادة من الصامت وأبو الدرداء سماه رسول الله صلى الله عليه وسلم حكيم هذه الأمة وأبو سعيد الخدري يضعنون عن أوطانهم وينتقلون عن بلدانهم ويظهرون هجران إخوانهم لكن لأجل من عارض حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وتوقف عن استماع سنته فليت شعري كيف حالنا عند الله عز وجل سنفضح ما مننا من أحد إلا وله انخرام في هذا الباب ولا يتمسكون بالسنة ولا يعلمون كيف يكون يعني الأمر بالحفاظ على السنة وتعليم السنة وإتقان السنة ومطابقة ذلك الأعمال يقول وتوقف عن استماع سنته فليت شعري كيف حالنا عند الله ونحن نلقى أهل الزيغ في صباحنا ومسائنا يستهزئون بأيات الله وعاندون سنة النبي حائدين عنها وملحدين فيها السلام الله وإياكم من الزيغ والزلل آمين الله أمين الله أمين لكن يجب علينا المحافظة على السنة والمحاربة من أجل السنة ويجب علينا قمع البدعة والتعامل مع البدعة بكل حسم حتى تندسر حتى لا تظهر لأن السنة لأن البدعة هدامت للسنة ما ظهر البدعة إلا وهدمت سنة فهذه فيها الدلالة واضحة جدا على حسن حسن التعظيم للسنة والانتصار لها فإن خيرية الأمة متوقفة على ذلك الله مدعنا من المستمسكين بالسنة والنصرين لها يا رب العالمين الفواد المستنبطة وجوب الأمر العرفة على المنكر بما لا يأتي بمنكر أشد وجوب تعظيم السنة وتعظيم أهل السنة وهنا عمر الخطاب أمير المؤمنين يعلم أن نصرته بوجود أهل السنة فعظم مكانت عبادة بن الصامت قال أبا الوليد هذه أرضك وبلدك والله لا خير فيها إلا تكن فيها وبعث إلى أميرها معاوية قال لا إمرة تلك عليه بل تسمع له اللهم أمين رادي الله عنك محمد عاطف بشوهندس الكبير رادي الله عنك حبيبي جزاك الله كل خير اللهم أمين اللهم اجعلنا نصرة للدين والسنة يا رب العالمين فتعظيم أهل السنة سنة سنة متبعة وتراها في كثير من علمائنا البخارية قل إن سمعت برجم الأهل السنة قلق عليه السلام فإنهم إلى قل وحزيف قال إياك والتلون يعني كن على الجدة السنة يسر الله لكم جزاك الله خيرا جواز الهجران من أجل مناصرة السنة جواز الهجران من أجل مناصرة السنة والمسألة ترجع إلى المصلحة والمفسدة في هذا الباب سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم